حاجة أخيرة قبل في تقرير مهم جداً عايز حضراتكم تسمعوه أنا قلت لكم جاي متخلي عن كرسي المزيع في حلقة النهاردة بتكلم كواحد منكم بدردش معاكم بنحاول ندخل النجوم لكن بتعامل حتى في الأسئلة بالزبط كجمهور كجمهور واعي خايف على الفريق مركز في كل صغيرة وكبيرة عايزة ساند عايزة أدعم نادية اللي أنا بحبه وعايز أشجع قاعد في مدرج الدرجة الثالثة أو الثانية بتكلم باسموكو بس بصوت العقل شوي حصل حاجة مبارح خارج الموضوع لكن مهم جداً عشان نعرف وقبل ما أتكلم فيها أنا بشكر جداً جداً مأمور اسم العمرية بشكر جداً جداً رؤساء المباحث كلهم اللي هناك بشكر أصغر عسكري هناك حاجة محترمة جداً جداً ناس محترمة ناس متفاهمة ومن غير مقحم نفسي في مواضيع لأن لما الواحد بيعمل حاجة مش مطلوب المزايدات ومش مطلوب كلام لكن عايزة أوضح صورة في ناس لازم تتقي ربنا شوي الناس عدمي الضمير اللي معدومين معدومش ضمير خالص بيعملوا تذاكر مزورة فبالتالي كان فيه لجام موجودة بعد بوابات اسكندري عشان تشوف التذاكر وتقولك اتفضل ففيه ناس شباب زي الفل وشباب محترم ما يعرفوش اللي التذاكر اللي هم قطعوها بفلوسهم وما يعرفش ايه تعبوا عشان يجي فلوس التذاكر دي واخدوها بسعر غالي تذاكر مزورة فمجموعة كبيرة جدا جدا يتعدوا 300-400 واحد فبالتالي الأمن بيتعامل بيقولوا يا ابني ده تذكرة مزورة فبالتالي بياخدوا الاسم بيخرجهم اه لكن مش هينفع يدخلوا الاستاذ بتذكرة مزورة فاللي بيعمل التذاكر المزورة دي منه لله لان انت بتعرض شباب زي الورد اللي هي تدخل الاسم وتقعد فيه والناس بيبقى صعبان عليها انا شفت بعناي انا بحكي لحضراتكم المشهد اللي انا شفت فهو انا مسافر في الطريق كن مسافر ومعايا ابني وروحين في الطريق جلنا تليفونات ده فيه شباب ما نعرفهاش عمال يكلمنا ما عافش منهم جابوا الرقم ازاي 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 وتواصلوا ازاي اتضح لي بعد كده جابوا الرقم عن طريق يعني احد فريق العمل معي روحت هناك لقيت ربع عمية واحد فقومة دخلت انا اللي احنا اللي كلمنا حضرتك دخلت لقيت معاملة طيبة جدا جدا من مأمور ورؤساء المباحث وهي دي الامانة تقتضي اللي انا احكي المشهد اللي انا شفته فاستغربت وقام لي واحد حتى على الزبط بقولي ده مهندس ومعاه تذكارة مزورة طب انا عايز اخرجه بس اخرجه ازاي بتذكارة مزورة فاقلت له كان معايا لناس واخد لها تذكرة هتقابلني عند الاستاذ عشان تدخل بيها فاقلت له انا معايا لنفع يخرج ومعايا تلعت اكتر من 15 تذكارة دوتهم والرجل خرج بالعدد ده خرج مجموعة فالناس خرجت مجموعة كبيرة لكن مش هقدر اخرج ربعمية ده المنطق وده العقل لكن هقدر اجيب حقوقكو عن طريق الناس اللي بتزور لازم الناس دي تقابد عليها لازم الناس دي تتمسك في اسرع وقت الناس دي بتعرض شباب زي الورد يبقى جوه الاسم الناس دي بتعرض ناس بتحب النادي الاهلي ومسافرة هو ما يعرفش اللي في ايده دي مزورة ولا لأ ومش هيقعد يبص فيها يا مزورة هو بقى فرحان مجرد ما ياخد التسكرة فخرج اللي خرج وعرفت المعلومة دي قعدت اكتر من ساعة برة حتى وصلنا لاستاذ متأخرين فقالك لازم يجي قرار من مدير امن اسكندرية فانا اعلم تماما لاني بشوف مدير امن اسكندرية في الماتشاط رحنا لانا البوابات قفلت توصلنا عن طريق الراسل ما بحثت قالك ايه ده على الساعة عشرة تسعة هيخرجه وهنحاول فيه يخرجوا يتفرجوا على الاقل يتفرجوا على المباراة في الكافيات المحيطة لان كده كده مش هينفع يروحوا عشان معاهم متذاكر مزور ليه بحكي الكلام ده عشان نقطتين حتى دي ما سابوهاش مزايدات احنا مش عايزين كلمة شكر مش عايزين بس عملنا حاجة بسيطة نقدر في ادنا نعمله ما رحمتناش ما سبتناش كلام سلبي يا عم شكرا احنا مسامحين لكن انا دوري اللي انا اتكلم عن ناس اللي بتزورت تقوا ربنا بتدخل ازاي بتقبل فلوس حرام ازاي بتقبل فلوس حرام ازاي بتقبل اللي زميلك اهوهم الزميلك بقى لان انت زميلك اكيد النصابين والفزدين والمنتفعين دول اكيد هما اللي زميلك لكن مش هيبقوا زميلك ابدا ان انا شفتهم مش هيبقوا زميلك ابدا ان انا شفتهم وموجودين في مكان ما يصحش يبقوا موجودين فيه لانهما بحبوا الاهل بجد وميعرفوش اللي هما معهم تذكرة مزورة اتمنى اللي هنا الشرطة اللي انا شفتهم المحترمين امسكوا الناس دي امسكوا الناس دي اللي بشباب زي الورد بيتمسكوا في الاسم بسببهم شوفوا بتتبع فين ولا مين بيدوها لهم ندور على ده كلنا ونعقبه أشد العقاب لو مسكنا واحد وعقبناه أشد العقاب والله لا يجرؤ يعمل كده لأن دي ثقافتنا لما يبقى فيه رضع من أول مرة مش هتلاقوا حد يعمل كده أبدا فمرة تانية حمد الله على سلامتكم ومش عايزين أي شكر من أي حد ده بشوف اللي ده واجب عارفنا معلومة وكان معنا حد من في رئي العمل تواصل بسرعة وعادي جدا وأمور طبيعية جدا وبشوف اللي أي حد مش احنا أي حد ما كان لازم يعمل كده لو تقدر تخرج ناس خرجها طالما فيه أمور مش مظبوطة هم تضروا يعيني من غير ما يعرفوا فالحاجة الأخيرة اللي أنا حنهي بها الموضوع بشكر مأمور اسم العمرية كل الرؤساء المباحث أعتقد إسلام قريرة رئيس مباحث هناك حاجة مشرفة حاجة محترمة بيعمل الناس بأدب قال لي والله هخرجهم والراجل قال لي كده طيق أعمل إيه مفيش حاجة بإيدي يعملها غير كده بشكر كل العساكر اللي عملت الناس باحترام كل من أصغر واحد لأكبر واحد لأن دي العلاقة المفروض حتى الناس قامت بدورها ده اللي أنا شفته وبنقن صورة لحضراتكم فأتمنى إحنا نمسك الناس اللي بتزور التذاكر دي ناس ما عندهاش ضمير عديمة الضمير زيها زي الفزدين والمزورين والمنتفعين فأتمنى الناس دي تتمسك في أسرع وقت وإحنا نساعدكم في ده إن شاء الله